دلوقتي مشاهدين هنسيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينا شرف تفضل يدينا شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في العاصمة المجرية بودابست أنهت إجراءات سفر مجموعة من المصريين القادمين من أوكرانيا وأوضحت الخارجية أن سفارة مصر في بودابست بالتنصيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر الطيران ومع السلطات المجرية صديقة أنهت إجراءات تسفير 23 مواطنا مصري وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران هذا وقد توجه السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم بسلامة الله عائدين إلى أرض الوطن أعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من مليون ونصف مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وقالت الأمم المتحدة أن عدد القتل المدنيين في أنحاء أوكرانيا بلغ 364 شخص وإصابة مئات مشيرة إلى أن استمرار القتال بمدينة ماريوبور الأوكرانية أدى لعرقلة جهود إجلاء 200 ألف شخص من سكان المدينة المحاصرة لليوم الثالث على التوالي هذا وقد أعلنت القوات الروسية وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية اليوم الساعة العاشرة بتوقيت موسكو يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طريقة لبحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وتتضمن الجلسة المفتوحة إحاطتين الأولى من مارتن جريفش سرس ووكيل الأمنين العام لشؤون الإنسانية وثانية من كاثرين راسل المديرة التلفزية لمنظمة اليونسيف للطفل تعقد اليوم جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا لبحث خفض التصعيد ولم تؤدي الجلستان السابقتان على الحدود الأوكرانية البلاروسية ثم على الحدود البولندية البلاروسية إلى وقف القتال لكن الطرفين اتفقوا على إقامة ممرات إنسانية وأوضح الوفد الأوكراني أن جدوى الأعمال هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق الوقاعة على جبهة القتال أعنى رئيس الأوكرانية فلودامير زيلنسكي أنه لم يسمع أي رد فعل مؤثر من الحلفاء حتى الآن وذلك ردا على عملية العسكرية الروسية في بلاده وأوضح زيلنسكي أن جرأة روسيا هي أشارة واضحة للغرب بأن العقوبات المفروضة لا تكفي كما جدد زيلنسكي دعوة للدول الغربية لفرد منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعذذ من وجودها العسكري في لتوانيا وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي إن واشنطن ستنشر على أراضي لتوانيا وحدات من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوي وفي الوقت نفسه استبعد ميلي في فكرة إقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا لأنها ستقتضي محاربة نشطان قوات الروسية ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من ألفين دولار في التعملات الأسيوية صباح اليوم مع إقبال المثثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وبسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي ارتفعت أسعار النفط أكثر من 10% ليصل خام برينت إلى أكثر من 230 دولارا بينما ارتفع الخام الأمريكي ليصل إلى 125 دولارا و60 سنة وتصدر روسيا 5 ملايين برميل من النفط يوميا وفقا لوكالة رويت روزل الأنباء نقلا عن المحلين فإن فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض نمو الاقتصادية على مستوى العالم أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقي مراعاية الطبية لازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي متعافينا من الفيروس إلى 42121215 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 1393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 25 حالة جديدة انتهى مجهد الثامنة فاصل وعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر